اليومين دول بقى ايه؟ احنا عايشين مع الدباديب والورد والكلام الحلو عن عيد الحب وفيه ناس بقى عملية بتروح بسرعة بقى ايه؟ تشوف الهدية هدية او حناكل ايه؟ نعمل اكلة حلوة وننبسط بيها وبالمناسبة دي فكرة الحلويات هي اكتر حاجة بنفكر فيها في الاكل في المناسبات يعني ايه اكلات السعادة؟ او ايه اكلات بتأثر على هرمون السيروتونيم؟ تعالوا نعرف اكتر من دكتر باسما يوسري طبيب بشري تغذية علاجية وعضو الجماعة الاوروبية للتغذية السريرية والثمنة زيك يا دكتر زيك هم لايه؟ عملا انت ايه؟ الحمد لله عايزة جوزك يجيب لك ايه؟ كتبتله لستة؟ ولا سبتيه هو اللي يختار؟ يختار سبتيه هو اللي يختار له وعايزه بس مش كمين يعني مش بعد ما يجيب نزل لو فيه حاجة معينة عايزاها انصحك تقولي له يفتكر عيد الحب باني ايه يفتكر اصلا الفكرة في الفكرة لأ ما احنا عاديين بالفكرة واحنا بقالنا اسبوع بنفكر كأنه اليوم وطني عاديين نعمل ايه اكتر من كده؟ بنحضر اللي عيد الحب يا جماعة نبسط بعض نبسط بعض بابسط الاشياء بكوباية زي دي والله اه هوت شوكولت هوت شوكولت شوكولت عادي شوكولت عادي شوكولتة ساخنة بالزبط كده اوت شوكولت عادي يعني ممكن الوهد يجيب شوكولت مش لدي نكون هداية ممكن ثبت صغير كده فيه كم شكل شوكولتات لا كده هيبقى نصغر في حكم الشوكولتات عشان يبقى يتحط في الثبت يبقى فيه زحمة وباللونتان وقلقين وورد خلاص عملنا منظر حلو وفكرنا اللي قدامنا ان احنا بنحبه وده الاهم انا حشب ده وقول بسم الله الرحيم هم عادي منتظري لك كلهم هنا اصلا انت عاملها دايت دايت هوت شوكولت دايت ازاي هي بتتبيعها دايت ولا انت عاملها لا هو كاكاو خام كاكاو خام مش كاكاو فيه سكر ماشي وكاكاو خام ولبن بس كده واللي عايز بايحط عليه سكر دايت هو حر دا لبن خليل دسم ولا لبن كامل دسم لبن دا نص دسم هتتخد هلو 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 حلو لأ شاكلك ان شاء الله حلو بص يوو حلو بس مش مش تعمل هوت شوكولت اللي احنا متعودين عليه احنا متعودين على سكر ومتعودين على ماشي يا شم مبروك عليك وليلي بقى مميزات وإيه طيب هو كاكاو الخام ليه فواية كتيرة جدا وممكن يتحط بقى في ريس بي يعني مش شرط ان احنا نشربه كده ممكن نعمل اللي هي الشوكولاتة يعني فيه مج اسمه فيه حاجة كده منتشرة اتمها كيكة المج اللي بتعامل في المايكرويف دي هتتبيع بسكوت كده شوكولاتة باين لأ بيبقى فيها كاكاو ممكن نحط كاكاو خام بقى ونحط مثلا معلقة دقيق بتحط كده مع لبن أو زبادي بتحط في ال ايرفراير او في ال ايرفراير بيحطوه او في المايكرويف بتطلع كيكة بتطلع كيكة ويحط عليه سكر دايت بقى إيه اللازازة دي طب والله يفكرة حالة فبتبقى حلوة جدا وسريعة ولو الواحد حاب بياخد حاجة ممكن بدل السكر نقطة عموزة معاها بالزبط كده بيبقى حلو جدا فده بيبقى حاجة حلوة الواحد ياخدها فعماني في اليوم لو هو عامل دايت حتى ايضا هي الككاوة الخام ليه فواية كتيرة جدا فعماني ابتداء من ان هو أثبت دراسات ان هو بيحسن من حسية الجسم من ناحية الانسولين فعماني فده حلو جدا بيقلل الالتهابات في الجسم وكمان حلو للجهاز العصبي عشان فيه مادتين اسمهم كاتكتين وايبي كاتكتين المادتين دول حاجة زي مواد مضادة للأكسادة فبيبقى حلو جدا لصحة الدماغ والتركيز وكده كمان بيقلل التوتر وبيساعد على الاسترخاء شربيه بس هتاسترخي بيساعد على الاسترخاء معنايا تشتوفني طبعا ايضا كمان اه في مادة السيروتونين اللي احنا بذكرنا عليها بيحفز على إفراز السيروتونين هرمون اه يعني هو الهرمون دا مش موجود في أكلات هو يحفز عليه لا في حاجات بتحفز هرمون السيروتونين دا بيعمل ايه واعلقته بحلقتنا النار هو هرمون السعادة فعمني هي ليه فواية كتيرة جدا او هو بيتحكم من ليه في المزاك يعني في الموت بتاعنا فعمني سواء لو انت يزيد انت بتحس بالسعادة لما بيقل بتحس بالتوتر بالاكتئاب وكده فعمني بس ليه فواية تانية كتيرة مش بس من هو السعادة يعني بتأمل زي ما قلنا كده الموت بتاعنا بيتحكم فيه تاني حاجة كمان للهضم بيساعد على الهضم فعمني في الجهاز الهضم فهو مهم جدا لصحة الجهاز الهضم كمان بيساعد على على النوم والاسترخاء يعني بينتراكت مع هرمونات تانية تمام فبيحفظ على افراز هرمون الملتونين اللي هو هرمون النوم تمام ومهم جدا لصحة العضلات بيساعد على ان العضلات دي تبقى أقوى او كده وكسبت العضلات بتاعتنا يعني هو مش حاجة بس مفيدة للنهية بالسعادة فقط بالسعادة فقط وليه هواية أو وظايف تانية كتير نا طيب نقصانه يقدي العكس كل دا؟ عكس كل دا بقى اضطرابات في الجهاز الهضمي اضطرابات في النوم بمشاكل طبعا قلق وتوتر واكتئاب والضطرابات بقى نفسية كتير طيب إيه اللي يخليه نقص؟ إيه اللي يخليه نقص هي الفكرة إنه هو يعني إحنا لإما هو بيتفرز بكمية قليلة أو إنه هو موجود في الجسم بتاعنا وإحنا الجسم بتاعنا ما بيستفدش منه بالصورة الطبيعية وده يرجع لأسباب كتيرة أول وام خالص إنه هو مثلا الانجيناتر وراسية فيه مشاكل مثلا في الترباط في الجهاز الهضمي وزي ما قلنا صحة الجسم كلها بتبدأ من الجهاز الهضمي والمكتيري النفعة اللي موجودة في المعدة فماني اللي هي مرتبطة بالمود وكل حاجة في الجسم الواحد فدي أول حاجة خالص ثاني حاجة برضو من الحاجات اللي هي بتأثر فيه إن هو مثلا الواحد يكون اللي بيشرب بكفايين كتير القهوة كتيرة أو كده ده بيؤدي للتوتر وبيؤدي للقلق ويؤدي للتقليل للمستوى السريتونيين بيشرب بقى كوحليات أو بيشرب بنيكوتين سجاير برضو من هي الحاجات اللي بتؤدي فيه أدوية زي أدوية الكولستيرول يعني في عمالة اللي بناخدها بتقلل من هرمون السريتونيين من إفرازها أو الترابات بقى هرمونية أو إن الواحد ما بتعرضش للشمس الشمس بتحفز على إفراز السريتونيين يعني جرب كده إن انت تمشي يوم كده مثلا في شمس أو بتحس إن الموت بتاعك مختلف على فكرة وخصوصا الشمس هي كمان اليومين دول جميلة بتدفي يعني ساقة مع الشمس دي بتغير الموت يعني اللي فعلا بجد مكتئب أو حسف بأنه مضايق أو كده يحاول يجرب اليومين دول فعلا بجد حلو جدا إن واحد يعود مثلا في حتة أوبن إير مفتوحة كده فيها شمس تفرق كتير جدا في الموت علشان ده بيحفز هرمون السريتونين أو إفرازه تمام يعني التعرض للشمس برضو لو إحنا مش بتعرض للشمس فده بيؤدي لتقليل الإفراز بتاعه طيب إزاي أزود بقى المستويات إن نعمل النصايح دي في أكلات بقى كمان ولا في نصايح ثانية آه آه يعني إحنا نزود هرمون السريتونين ده أول حاجة إن إحنا محتاجين نقلل السترس الضغط النفسي أو الكرانيك استرس ده بيؤدي لإن الواحد أصلا بيبقى إفرازه هرمون السريتونين بيقل تمام فحفز ده إزاي من الحاجات اللي بتخلي تقلل السترس الرياضة ديكي قلت المشي حتى مشي والله يمشي بس وقلت أحلى حاجة فعلا بتقلل السترس اليوجا وفي حاجة جديدة اسمها إيريوجا 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 بتعامل في الهواء كده يعبرها عن لعب يعودوا يلعبوا فيها في الهواء كيوجا من أحلى الحاجات اللي موجودة دلوقتي فعلا سواء بقى للسترس أو للضغط النفتي سواء للحرق نفسه بساعدة للحرق وفعلا الناس اللي بيعملوها بيخسطه بطريقة أسرع من الناس اللي بنغير عشان هي بتعمل ريلاكسينج فبتزود هرمون السريتونين كساعدة وايض بتقلل الكورتيدون هرمون الهوكورتيدول فهتخلي كمان الواحد إنه هو يحفز ده الحرق فده من الحاجات الحلوة جدا اللي بنصح بيها فعلا الإيريوجا دي جميلة جدا ومتوفرة بقى في الجماعة عمت أنا حدخل أقرأ عنها دي أو لا حلوة أو يتعجب أنا عرف الإيريوجا أنواع كتير جدا اليوجا العادية يعني هي أنواع كتير جدا في بينها للرياضة في منها بتبقى عادات دينية طبعا غير إسلامية فطبعا دي مش تبعنا وفي منها اللي هي مجرد فكرة الريلاكسيشن يعني إنك تقعد كده بوضع أنت مرتاح فيه بقى دي بتقلل الاسترس ودي حلوة جدا بس فيه الإيريوجا بعد عشان نزود الحرق حلوة عمالي يعني عشان اتنين في واحدة عبارة عن حاجات بيبقى تمارين بتتعمل في الهواء تمام بيتشعلقوا في حاجات كده وينزلوا فعمالي بيتشعلقوا عشان نخص نخص نتحرك أكتر حسنا بنقول للناس تمشي ده أنا بقول للناس أتباشى عارفة فيه ناس بتحب الجم فيه ناس بصنا متعلقة جدا بالجم على فكرة حتى لو بشي على دايد غلص حتى لو مش بشي على نظام غذائي بس فيه ناس كتيرة قوي بتحب تروح الجم كنهية تغير الموت بتاعها هو الممارسة بتاعت الرياضة وخاصة الجم بتحصل الحالة المزاجية جدا بالزبط كده والإيريوجا بقى كل الناس اللي بعملوها فعلا بيقولولي يعني حلوة جدا فعمالي كنوع من أنواع التمارين فدي أول حاجة إن احنا نحاول نمشي في الشمس أو نقوط في الشمس علشان نحفز إفراز السريتونين فيه بقى الأكلات أو النظام الغذائي بتاعنا فعمالي يعني أول حاجة خالص احنا لازم نأكل بروتين كويس يعني إحنا لو أنت البروتين بيزود هرمون السريتونين؟ بيزود أي هرمون في الجسم بتاعنا يعني مفيش واحدة في الدنيا بتحبش تاكل بروتين أو مش معتمدة بمقليلة خالص في البروتين فيجيتيريان ممكن يبقى فيه نسب بروتين برضو بس دمين لي الهرمون بيتكون من أمين وأسد أو أحماض أمينية عماض أمينية دي بتيجي منين؟ من البروتين فعمالي فلازم نأخذ الريكوارمس بتاعيتنا أو احتياجاتنا اليومية من البروتين اللي هي تتكون مثلا زي ما قلنا أو بوينت إيت في وزنك شوف يبقى أنت هيطلع عكام كل واحد حاسة بوزنك فلازم يبقى ده أول حاجة فيه أكلات معينة بقى أثبت دراساتة أن هي بتحفز على إفراز هرمون السريتونين أو بتحسسنا بالسعادة دي مثلا الأسماك زي السلمون والمكاريل والتونة والحاجات دي مهمة جدا الزيت الزتون من الحاجات الحلوة اللي يتحط على السلطة أو كده البيض اللي ما رحبه لا أنا محب البيض جدا نصلا محبش البيض المسلوق في المدارس بس أيو بس أنا في العائلتي بكل البيض تحب البيض أيضا من أحلى الحاجات اللي هي حلوة جدا للسعادة عمتا من الأكلات السعادة البوكوليات زي الفول فول من الحاجات الحلوة برضو وشوفان من الأكلات الكويسة اللي تكون بتحفز هرمون السريتونين أكيد حفظيه من كسرات بالضبط كده بالضبط عشان الأوميجا سري والمكسرات بكل أنواعها بقى وطفل أي حاجة الفواكه زي الموز عشان بيحفز الإفراز التريبتوفان وده مادة معينة بتحفز إفراز السريتونين يعني الموز الكيوي عندك الفراولة والبري اللي هو التوت أي باريس بقى بالضبط كده فكل الفواكه دي من الحاجات الحلوة أو من الأكلات اللي هي الأكلات السعيدة تمام نجوم الداخل للنظام الغذائي التني في المشروبات ناخد الحاجات دي وندربها في الخلط تبقى مشروبات ولا في حاجات تانية لا أول مشروب الميا ميا لو أنا بوحب باشرب ميا قليل أنا بعرض جسمي والجهاز العصر يبتهي على فكرة لمشاكل كتيرة جدا واحد متخيل الميا دي أو مهمل فيها يعني إنه حاجة مش مهمة مش أساسية لا ده حاجة مهمة جدا وأهم من أي مشروب تانية على فكرة الميا أصلا لما أنت جسمك بيدخل في جفاف أو ديهايدراتي أنت بداية الجفاف ده أو أنت مش واخد احتياجاتك من الميا بيبدأ الجسم يحصل له ريأكشنز مختلفة سواء بقى يبتدعا من الريتاباليتي الآن أو تحس بحبة قلق توطر أكتون إحنا ده بيأثر طبعا على إفراز هرمونية السيروتيني فأنا بقى أنت موجود بتوتر أو ألأ أنت كده بالزبط ما تشربش المياه كويس برضو فأول حاجة خلص مشروب المياه ثاني حاجة القهوة من حاجات استعادة بس ما تزدتش عن 400 ميلي جرام بردي الكمية اللي هي قد إيه أربع كبيات كفايين أكتر من كده تتقلب ضده بالزبط كده أكتر من كده هتقدي إيه تقليل هرمون السيروتيني بالزبط كده في ناس ما بتعرفش تنام بالسبب شرب القهوة والكفايين عمتا طول اليوم فهو إحنا بنتكلم عن القهوة هي حلوة وكل حاجة بس الكميات ما تعديش أربع اللي هي أربع كبيات اللي هي 400 ميلي جرام وما يريداش معها أربع تانيين شاي يعني هم الأربع توتل شاي أهوة أول إفر حتى الشاي الأخضر من الحاجات الحلوة بس في نسبة كفايين الهوت شوكليت فيها كفايين؟ في نسبة كفايين وزيادة الهوت شوكليت ده عن حده برضو بتعمل مشاكل سواء بعد اضطرابات في الجهاز الهضمي لو أنا واحد عندي كورون عصبي ممكن تتعبنى أو بتعمل لنا مثلا الإسهال فهمانين من الحاجات اللي بتعملها برضو بتعمل إرتابلتي وتوتر فما يفضلش إن إحنا وكمان هو يعتبر من الحاجات فيها كفايين أو فيها مواد مدر البول تمام؟ فبتخلي الواحد مثلا ما يفضلش إن إحنا ناخد وضعات شوكليت بالليل عشان تبقى ريلاكسد هتحصل لك اضطرابات في النوم مش طرف تنامتوا للليل تمام فما يفضلش إن إحنا ناخده بالليل يعني هل في فيتامينات معينة أو معادن لو نقصت تقلل من هرمون السلوتونين؟ بالضبط كده أول حاجة خالص معادن فيتامين دي اللي انت واشت عليه الشمس بالضبط كده بالضبط فما نقص فيتامين ديل كل اللي عنده نقص فيتامين ديل دايما عنده مشكلة في الهرمون السلوتونين أو في نوع الآن أو فيه اكتئاب أو مشاكل نفسية يعني دي فأول حاجة فيتامين ديل ثاني حاجة فيتامين بي وده مرتبط بأكل البروتين تمام فعما يعني البروتين اللي هي الدواجن والبيض والجبنة وكده والأسماء فهو الأسماء برضه فهي دي فيتامين بي وفيتامين سي برضه لما بيقل فعما يعني أو بيبقى فيه مشكلة أو فيه دفاكتة عندنا بيؤدي لنقص هرمون السلوتين أوكي معايدا معايدا بقى عندك المغنيديم فعملني نقصه بيؤدي لنقص هرمون السلوتين المغنيديم ده موجود في الموز موجود في الموز موجود في المكسترات وموجود في الدرق الشاكل حلوق فعما معني فده حاجة سهلة انهنا ممكن مفروض نأكلها على خليل اليوم فعملني وزنك معدن الزنك برضه من الحاجات اللي هي من نقصها بتؤدي لنقص هرمون السلوتين وكمان معدن السلينيوم السلينيوم ده أنا أتكلم عليه في مرة تانية الوحدة وأكده موجود في حاجات كتيرة تمام منها البروتين برضو لدواجن وغيره وغيره وفي البوكوليات موجود برضو بنسبع كويس فهو نقصه يؤدي لمشاكل برضو إيه صحية عن الدارك تشوكليت أنا بحبها جدا وخاصة دلوقتي بقى في منهم أنواع محطوطة عليها سكر دايت رأيك فيها إيه حلوة طبعا وكل حاجة مع أنك حذرت يبلغ كدام السكر دايت فهنا مش هنأخد منه كثير هو برضو حتى لو هو فيه مشكلة لو أنا بس داقى حاجة مش كل يوم دراسة بتقول إيه بقى هي دراسة عن الدارك تشوكليت وتأثيرها كاكاو اللي هو الدارك الكاكاو الخام اللي هو ابتداء من 70% و85% وتأثيره على الموت الموت بتاعنا يعني بيخلينا فيه سعادة أو كده فهي الدراسة عملت على 48 شخص تمام أسمهم ثلاث مجموعات لمدة 3 أسابيع مجموعة أخذ الدارك تشوكليت أو الكاكاو دا كان خام من نسبة 85% ومجموعة الثانية 70% ومجموعة الثالثة ما كانتش واخدة اللي هي الدارك تشوكليت فوجدوا بعد 3 أسابيع إن فيه تحاس تون في الموت بالنسبة للأشخاص اللي هي أكتر حاجة اللي أخذوا 85% كان نسبة الكاكاو نفسها يعني كلما دايت نسبة الكاكاو كلما كانت أفيد وكمان كان ليه تأثير على صحة الجهاز الهضمي والمايكرو بايوم اللي هي البكترية النفعة كانت أكتر في نسبة الكاكاو الخام أو الدارك تشوكليت اللي هي 85% يعني لما نشتري دارك تشوكليت نشوف كم في المية بالزبع كلما كانت فوق 70% كلما كانت أفيد يعني فهميني هي مشكلة فتعمها بس تساعات بيبقى مور طب أنا عايز أعليك سؤال المرارة دي مرة اشتريت شوكولاتة وكانت دارك وبعدين بقرة في المكونات بتاعت لقيت محطوط فيها سكر ما فهمتش هي دي مشكلة ما هو بيبقى فيه سكر فيه حاجات يعني دارك تشوكليت بيتحط عليها سكر أو طب احنا بنأكل دارك تشوكليت عسناها هلث ودايت بالزبط كده بحنا ناخد بلنا بقى وراء لازم نقرر المكونات لو إحنا بناخدها أو إحنا عاملين دايت غير ما بناخد وإحنا مش بنعمل دايت فأعمالي أولا نشوف نسبة السكر فلازم الدارك تشوكليت وأنا بشتريها الباكو ده أقر عليه في المكونات فيه سكر ولا لا لأنه أوقات بيبقى فيه سكر بيبقى فيه سكر فيه أوقات بيبقى فيه سكر بديل ده تمام إنما السكر اللي فيه أنا ما عملش حاجة أنا أخذت دارك تشوكليت وأخذت السكر بس وفيه نسب وفيه حاجات بيبقى فيها نسب برضو يعني حتى لو فيها سكر بس نسبة قليلة فما فيش مشكلة بس الفكرة إن هي قد إيه الكمية وقد إيه الكاكاو فأعمالي وكمان بيتحط عليه دلوقتي بقى يعني فيه مثلا بتحط عليها برتقال بحط عليها منت النعناع بتبقى حلوة فأعمالي مكاسترات بقى دي نخلي بالنا هل هي مكاسترات ترو ولا لأ فأعمالي هل هي المكاسترات المكاسترات نخلي بالنا والسكر كمية السكر الموجودة ونسبة الكاكاو لو أنت عايز يعني تستفيد بفوائد الدراحة التقلي فأعمالي غير أنت بتاكلها كده وخلاص يعني لو أنا بيقولها وخلاص كده دي غير المروحة دي يكون عامل دايت أو يبقى عايز يعني يبقى بيستفيد من الفوائد الموجودة فيها كل المزايد فوق السبعين في المية كانت أفضل كتير ونسبة اللبن طبعا الفترة دي الفيديوهات مالية الدنيا على الحاجات الهالثي والدايت وحتى كمان من غير دقيق منها فايدة من غير تخن ومنها الناس اللي عندها حساسية قمح بالضبط فكلها حاجات بسيطة وسهلة وبيبقى مكوناتها هقولك عليها دلوقتي وانت يقوليلي دي حاجة هالثي ولا لا الدارك شوكليت مع بيضة مع شوية فانيليا مع لبن أو زبادي أو خالبا بيبقى زبادي وبيتضربوا في الخلاط ويتحطوا في حاجة ويدخل وفي ناس تخط عليهم شوفان كمان حلو جدا ده يعني لو خدت كبكيكاية كده أو هي بتطلع شبه الكبكيك يعني لو خدت واحدة كده واتديه بقى فيها شعارات حرية تقريبا انت إيه مضرة نفعة مناسبة أكلها في أي وقت ماحنا لو بنتكلم واحدة الزبادي اليوناني دي مثلا هتبقى في حدود مثلا 150 سهرة حرارة تمام لو كبيرة لو احنا بنتكلم على علب الزبادي صغيرة في حدود 70 مش فلنا 70 عشانا بنتكلم على واحدة سيارة لو هنتكلم على علب الزبادي صغيرة فانت بتكلم 70 سهرة حرارة حطينا إيه تانية بيضة بيضة دي 70 برضو أدوه أدي 140 140 فانيليا وبيكينج فاودر حاجات بصي خفيفة جدا بس يعني هي الفكرة ممكن بتعمل شوية مشاكل في الجلزة الهضمة لكن هي ملاشة علوقة يعني حاجات مش موزة الحالية فيها قليل أخوات الموزة بنتكلم برضو فرنج 70 سهرة حرارة وصلنا الكامعة دمائم 140 70 110 مش وحتت بقى دارك شوكولت تدرب معي جيت بيس واحدة دي هتبقى كام يعني ده هي الشوكولتائي كلها البار كله بيقى فبقت حاجة كويسة ان انا اخدها اه بس تلتمونة صحرارة حرارة ده مش كتير مش داي خليني اخد قطعة جاتو بقى حلوة بقى من المسكر لا بس عملت ايه بجس مني حاجة برضو صحية اكتر انت لو زودت شوفين ثلاث معايق ولا كام انت دخلت في 70 كمان فانت ممكن الحاجة تكون صحية بس صحرات الحرارة بتاعتها تكون كبيرة وانت مش هسيبها من ضمن صحراتك فممكن لما تاكل عادي فطار وغدى وعشا وتدخل وتقول ده انا كله داي ده انا عمشي على healthy lifestyle وهو ده فانا الفكرة بيلي فيه ناس كتيرة قوي دلوقتي بتمشي على healthy lifestyle وتلاقي نفسها بتزيد في الوزن ايوه نجي الراجع العكل اللي احنا بناكله صحرات الحرارية كتيرة مش قليلا طبعيس قالك سؤال دقيق الشوفان ودقيق اللوز ودقيق الرز ودقيق البطاطس والهاجات دي هل صحرات الحرارية أعلى من دقيق القمح ممكن يبقى داخل فيها حاجة زيادة بس اكشولي مقارب لبعض يعني معلقة ستل دقيق برضو يا بواتفر ايه اه بس مش أعلى لا انا مقارب لبعض فعماني ما فيش يعني فرق بين ده وده قوي بس هي الفكرة ان الكمية الحاجات دي هي المشكلة في الكمية وهلا انا حسبها دي من الحاجة وبديل للحاجة اللي انا بستخدمها ولا لا يعني واجبة زي دي انا ممكن اخدها على فكرة بس انا بديل لإيه بقى الوجبة وجبة يعني دي ممكن تبقى عشاية ولا تخليها فطار اه بالضبط يعني مش سناك ما هتفضلش تخوني سناك عارفين ليه سناك سناك دي متتكلم في كام 350 صور حريقي مستحيل يبقى سناك دي ماشي سناك السناك بتاعتنا بتتكلم مثلا تبقى فرنج متناية اه اخرك دي احطها فطار اممكن ناخدها لو انا حطت فيها شوفان هتبقى واكبة حلوة جدا وفيها بروتين فيها نشويات وفيها دون وفيها كل حاجة ولا اخدها عشا تحسن لي مودي بقى والسيروتونين يعلك كده وانا ممسعيد عملك اما حاجة مش قابلة من نيم على طول مش قابلة من نيم بالضبط كده لكن لو احنا حاسفها ضمن استعرارات الحرارة بتاعتي ما عنديش مشكلة بقى اخدها فطار او اخدها عشا ما فيش مشكلة يعني انت مش ضد الحاجات اللي فيها دورك تشوكليت انها تتحط بالليل مش نعم ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة هي بالليل ده بس بالليل ده ادي امتى بقى ادي مش كده مش قابل النوم بتلات ساعات على الاقل طب اه يعني اللي بينام عشرة بالليل ياخدها سبعة اه زبط كده او ياخدها وتفر في اي وقت هو بقى حسب بذاجه بس ياخدها بذيل واجبة ده الكيكة مش البار الدورك تشوكليت ده الكتشوكليت دي سناعة عادي ده تتخذ في اي وقت ما فيش مشكلة منها دي نا هناخد ده الكتشوكليت ما عندناش مشكلة في اي وقت ومش كل يوم لو انت بتخص لو دايت لو بتعمل دايت لو عاملة دايت ما خداش كل يوم بالزبط كده لكن لو واحد قريدي بتعمل يعني ما فيه مشكلة ان انا اخد تو كيوبز كل يوم ايه المشكلة يعني بس ما يقول انا بشكرك ودايما افكارك حلوة انا بشكرك مشروبوت نا ورتيني بشكركوا كمان وشادينا الكرام ونشوفكم ان شاء الله بكرا على خير وفي امان الله